هل هناك ربما نوع أو شبه أزمة أمنية في الممرات المائية التركية حتى يتم الحديث بهذه الصيغة أن هذه الاتفاقية ربما يتم الانسحاب منها أو حتى أن إنشاء قناة إسطنبول يمكن أن يمنح تركيا مزيدا من السيطرة على مواردها المائية والممرات هناك هل هناك حاجة أصلا؟ أردوغان في كلمته اليوم قبل ساعات أكد أن مسألة الانسحاب عن اتفاقية المونترو التي أعادت السيادة التركية على المضايق التركية البوسور والتردنان غير مطروح أصلا واتفاقية المونترو أكسبت تركيا مصالح كبيرة يعني تركيا تهيمن على المضايق وكذلك نعم صحيح هناك مرور حر للسفن المدنية والتجارية ولكن تركيا تسيطر على مرور السفن الحربية خاصة في حالة الحرب يحق لتركيا إغلاق المضايق وما إلى ذلك يعني هناك شروط طبعا ولكن هذه المسألة غير مطروحة بالنسبة للقناة الجديدة المائية قناة إسطنبول المشروع الجديد يعني السبب الرئيسي حسب الحزب الحاكيم أو حسب من يدافعون عن هذا المشروع هو أن هذا المشروع ستكسب لتركيا مكاسب تجارية لأن المرور من هذه القناة ستكون بفق شروط جديدة وهذه القناة لن تكون مرتبطة بشروط اتفاقية المونترو التي تسمح للسفن التجارية والمدنية المرور الحر يعني تركيا لا تكتسب من مرور هذه السفن ولكن ستكون هناك شروط جديدة حسب التقديرات تركيا ستكتسب ما بين 6 مليارات إلى 10 مليارات دولار سنويا طبعا هذا الجوانب الإيجابية هناك من ينتقد هذا المشروع وهذه القناة بأنها ستؤثر على البيئة بشكل سلبي وما إلى ذلك يعني هناك نقاش حول هذا الموضوع ولكن حقيقة هناك بنفس الوقت هناك حقيقة بأن هناك ازدحام كبير خاصة تعاني منها مضيق البصور يعني قد نحدث هوادث مائية أو استطام السفن وما إلى ذلك وهذا صحيح ومن أحد أسباب إنشاء أو مشروع إنشاء هذه القناة الجديدة بالاختصار يعني الحكومة مر هذا المشروع تم الإتمام منه وسيبتع البد البد هناك مخافف بأن تؤثر هذه القناة على مسألة اتفاقية المونترو يعني حتى الآن لم يتم تحديد كيفية مرور السفن الحربية أو العسكرية هناك مسائل غير واضحة وربما هناك قلق واضح تماما دعني أسأل هذه عنها ترجمة نانسي قنقر